بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبعه داه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهذا هو الدرس الرابع من دروس تفسير سورة الزمر للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية التاسعة وما بعدها إلى الآية الثانية عشرة من هذه الصورة الكريمة وهي قول ربنا سبحانه وتعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين يقول الإمام في تفسير قوله تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ولما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين ثم شرح تمسكهم بغير الله تعالى أردفه بشرح أحوال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى الله عز وجل ولا اعتماد لهم إلا على فضل الله تعالى فقال أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وفيه مسائل المسألة الأولى قرأ نافع وابن كثير وحمزة أمن مخففة الميم والباقون أمن بالتشديد أما التخفيف ففيه وجهان الأول أن الألف ألف لاستفهام داخلة على من والجواب محذوف على تقدير كمن ليس كذلك وقيل كالذي جعل لله أندادا فاكتفى بما سبق ذكره والثاني أن يكون ألف نداء كأنه قيل يا من هو قانت من أهل الجنة وأما التشديد فقال الفراء الأصل أم من فأضغمت الميم في الميم وعلى هذا القول هي أم التي في قولك أزيد أفضل أم عمر المسألة الثانية القانت هو القائم بما يجب عليه من الطاعة القانت هو القائم بما يجب عليه من الطاعة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة القنوت وهو القيام فيها ومنه القنوت في الصبح لأنه يدعو قائما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا قوله تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال القنوت طاعة الله عز وجل لقوله تعالى كل له قانتون أي مطيعون وعن قتاد آناء الليل ساعات الليل أوله ووسطه وآخره وفي هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه أرجح من قيام النهار ويؤكده وجوه الأول أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء الثاني أن الظلمة تمنع من الإبصار ونوم الخلق يمنع من السماع فإذا صار القلب فارغا عن الاشتغال بالأحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأصلي وهو معرفة الله عز وجل وطاعته الثالث أن الليل وقت النوم فتركه يكون أشق فيكون الثواب أكثر الرابع قوله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطأو وأقوى مقيل وقوله ساجد حال وقرأ ساجد وقائم على أنه خبر بعد خبر والواو للجمع بين الصفتين واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة فأولها أنه بدأ فيها بذكر العمل وختم فيها بذكر العلم أما العمل فكونه قانتا ساجدا قائما وأما العلم فقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين المقصودين فالعمل هو البداية والعلم والمكاشفة هو النهاية الفائدة الثانية أنه تعالى نبه على أن الانتفاع بالعمل إنما يحصل إذا كان الإنسان مواضبا عليه فإن القنوت عبارة عن كون الرجل قائما بما يجب عليه من الطاعات وذلك يدل على أن العمل إنما يفيد إذا واضب عليه الإنسان وقوله ساجدا وقائما إشارة إلى أصناف الأعمال وقوله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إشارة إلى أن الإنسان عند المواضبة ينكشف له في الأول مقام القهر وهو قوله يحذر الآخرة ثم بعده ينكشف له مقام الرحمة وهو قوله ويرجو رحمة ربه ثم تحصل أنواع المكاشفات وهو المراد بقوله هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الفائدة الثالثة أنه عز وجل قال في مقام الخوف يحذر الآخرة فما أضاف الحذر إلى نفسه وفي مقام الرجاء أضافه إلى نفسه فقال ويرجو رحمة ربه وهذا يدل على أن جانب الرجاء أكمل وأليق بحذرة الله تعالى المسألة الثالثة قيل المراد من قوله أم من هو قانت آناء الليل عثمان رضي الله عنه لأنه كان يحيي الليل في ركعة واحدة ويقرأ القرآن في ركعة واحدة والصحيح أن المراد منه كل من كان موصوفا بهذه الصفة فيدخل فيه عثمان رضي الله عنه وغيره لأن الآية غير مقتصرة عليه المسألة الرابعة لا شبهة في أن في الكلام حذفا والتقدير أم من هو قانت كغيره وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بعدها قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وتقدير الآية قل هل يستوي الذين يعلمون وهم الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الليل سجدا وقياما والذين لا يعلمون وهم الذين وصفهم عند البلاء والخوف يوحدون وعند الراحة والفراغ يشركون فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد فإذا قدرنا هذا التقدير ظهر المراد وإنما وصف الله عز وجل الكفار بأنهم لا يعلمون لأنهم وإن آتاهم الله تعالى آلة العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم فلهذا السبب جعلهم كأنهم ليسوا أولي الألباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم وإنما وصف الله عز وجل الكفار بأنهم لا يعلمون لأنهم وإن آتاهم الله تعالى آلة العلم إلا أنهم أعرضوا عن تحصيل العلم فلهذا السبب جعلهم كأنهم ليسوا أولي الألباب من حيث إنهم لم ينتفعوا بعقولهم وقلوبهم وأما قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهو تنبيه عظيم على فضيلة العلم وقد بالغنا في تقرير هذا المعنى في تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال صاحب الكشاف أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون وبالذين لا يعلمون الذين لا يأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتين هم العلماء وهو تنبيه على أن من لا يعمل فهو غير عالم ثم قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلم ثم لا يقنتون ويفتنون فيها ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله عز وجل جهله ثم قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه إلا أولو الألباب قيل لبعض العلماء إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء فأجاب العالم بأن هذا أيضا يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه قيل لبعض العلماء إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء فأجاب العالم بأن هذا أيضا يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه ثم قال تعالى قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين يقول الإمام اعلم أنه تعالى لما بين نفي المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم أتبعه بأن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب المؤمنين بأنواع من الكلام النوع الأول قوله قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم والمراد أن الله تعالى أمر المؤمنين بأن يضموا إلى الإيمان التقوى وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبقى مع المعصية قال القاضي أمرهم بالتقوى لكي لا يحبطوا إيمانهم قال القاضي عبد الجبار أمرهم بالتقوى لكي لا يحبطوا إيمانهم لأن عند الاتقاء من الكبائر يسلم لهم الثواب وبالإقدام عليها يحبط فيقال للقاضي هذا بأن يدل على ضد قولك أولى لأنه لما أمر المؤمنين بالتقوى دل ذلك على أنه يبقى مؤمنا مع عدم التقوى وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإيمان واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بيّن لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد واعلم أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالاتقاء بيّن لهم ما في هذا الاتقاء من الفوائد فقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فقوله في هذه الدنيا يحتمل أن يكون صلة لقوله أحسن أو لقوله حسنة فعلى التقدير الأول معناه الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حسنة في الآخرة وهي دخول الجنة والتنكير في قوله حسنة للتعظيم يعني لهم حسنة لا يصل العقل إلى كنه كمالها وأما على التقدير الثاني فمعناه الذين أحسنوا فلهم في هذه الدنيا حسنة والقائلون بهذا القول قالوا هذه الحسنة هي الصحة والعافية وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليس لها نهاية الأمن والصحة والكفاية ومن الناس من قال القول الأول أو لا ويدل عليه وجوه الأول أن التنكير في قوله حسنة يدل على النهاية والجلالة والرفعة وذلك لا يليق بأحوال الدنيا فإنها خسيسة ومنقطعة وإنما يليق بأحوال الآخرة فإنها شريفة وآمنة من الانقضاء والانقراض والثاني أن ثواب المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت وأيضا فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية حاصلة للكفار وأيضا فحصولها للكافر أكثر وأتم من حصولها للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال تعالى في سورة الزخرف ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين الثالث أن قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة يفيد الحصر بمعنى أنه يفيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا وهذا باطل أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الآخرة صح هذا الحصر فكان حمله على حسنة الآخرة أو لا ثم قال الله تعالى وأرض الله واسعة وفيه قولان الأول المراد أنه لا عذر البتة للمقصرين في الإحسان حتى إنهم إن اعتلوا بأوطانهم وبلادهم وأنهم لا يتمكنون فيها من التوفر على الإحسان وصرف الهمم إليه قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيها على الاشتغال بالطاعات والعبادات واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم كما قال إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم ليزدادوا إحسانا إلى إحسانهم وطاعة إلى طاعتهم والمقصود منه الترغيب في الهجرة من مكة إلى المدينة وفي الصبر على مفارقة الوطن ونظيره قوله تعالى في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا والقول الثاني قال أبو مسلم لا يمتنع أن يكون المراد من الأرض أرض الجنة وذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى وهي خشية الله عز وجل ثم بيّن أن من اتقى فله في الآخرة الحسنة وهي الخلود في الجنة ثم بيّن أن أرض الله أي جنته واسعة لقوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يقول الإمام والقول الأول عندي أولى لأن قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا يليق إلا بالأول وفي هذه الآية مسائل المسألة الأولى أما تحقيق الكلام فيما هي الصبر فقد ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين إلى قوله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول الإمام المراد هاهنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم وصبروا على تجرع القصص واحتمال البلايا في طاعة الله تعالى المسألة الثانية تسمية المنافع التي وعد الله تعالى بها على الصبر بالأجر توهم أن الثواب على العمل لأن الأجر هو المستحق إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه الثواب فوجب حمل لفظ الأجر على كونه أجرا بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق المسألة الثالثة أنه تعالى وصف ذلك الأجر بأنه بغير حساب وفيه وجوه الأول قال الجبائي المعنى أنهم يعطون ما يستحقون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب ولو لم يعطوا إلا المستحق لكان ذلك حسابا قال القاضي هذا ليس بصحيح لأن الله تعالى وصف الأجر بأنه بغير حساب ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق والأجر غير التفضل قال القاضي هذا ليس بصحيح لأن الله تعالى وصف الأجر بأنه بغير حساب ولو لم يعطوا إلا الأجر المستحق والأجر غير التفضل الثاني أن الثواب له صفات ثلاث إحداها أنها تكون دائمة الأجر لهم وقوله بغير حساب معناه بغير نهاية لأن كل شيء دخل تحت الحساب فهو متناهن فما لا نهاية له كان خارجا عن الحساب وثانيها أنها تكون منافع كاملة في أنفسها وعقل المطيع ما كان يصل إلى كنه ذلك الثواب قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكل ما يشاهدونه من أنواع الثواب وجدوه أزيد مما تصوروه وتوقعوه وما لا يتوقعه الإنسان فقد يقال إنه ليس في حسابه فقوله بغير حساب محمول على هذا المعنى والوجه الثالث في التأويل أن ثواب أهل البلاء لا يقدر بالميزان والمكيال روى صاحب الكشاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب الله تعالى الموازين يوم القيامة فيؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازين ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقارض لما به أهل البلاء من الفضل النوع الثاني من البيانات التي أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكرها قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قال مقاتل إن كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحملك على هذا الدين الذي أتيتنا به ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعزة فأنزل الله تعالى قل يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأقول والقائل الإمام إن التكليف نوعان أحدهما الأمر بالاحتراز عما لا ينبغي والثاني الأمر بتحصيل ما ينبغي والمرتبة الأولى مقدمة على المرتبة الثانية بحسب الرتبة الواجبة اللازمة إذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى قدم الأمر بإزالة ما لا ينبغي فقال اتقوا ربكم لأن التقوى هي الاحتراز عما لا ينبغي ثم ذكر عقيبه الأمر بتحصيل ما ينبغي فقال إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وهذا يشتمل على قيدين أحدهما الأمر بعبادة الله والثاني كون تلك العبادة خالصة عن شوائب الشرك الجلي وعن شوائب الشرك الخفي وإنما خص الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير وقوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين لا شبهة في أن المراد أني أول من تمسك بالعبادات التي أرسلت بها وفي هذه الآية فائدتان الفائدة الأولى كأنه يقول إني لست من الملوك الجبابرة الذين يأمرون الناس بأشياء وهم لا يفعلون ذلك بل كل ما أمرتكم به فأنا أول الناس شروعا فيه وأكثرهم مداومة عليه الفائدة الثانية أنه قال إني أمرت أن أعبد الله والعبادة لها ركنان عمل القلب وعمل الجوارح وعمل القلب أشرف من عمل الجوارح فقدم ذكر الجزء الأشرف وهو قوله مخلصا له الدين ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام في خبر جبريل عليه السلام بالأعمال الظاهرة وهو المراد بقوله تعالى في هذه الآية وأمرت لأن أكون أولى المسلمين وليس لقائل أن يقول ما الفائدة في تكرير لفظ أمرت لأننا نقول ذكر لفظ أمرت أولا في عمل القلب وثانيا في عمل الجوارح ولا يكون هذا تكريرا الفائدة الثالثة في قوله وأمرت لأن أكون أولى المسلمين التنبيه على كونه رسولا من عند الله تعالى واجب الطاعة لأن أولى المسلمين في شرائع الله تعالى لا يمكن أن يكون إلا رسول الله لأن أولى من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ وبهذا فرغ الإمام من تفسير الآية الثانية عشرة ونقف عند الآية الثالثة عشرة وهي قوله تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الآية وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين